اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيروا وابشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني أنظر الآن إلى مصارع القوم سعد بن المعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قد سيروا ورأيك أنتاك بإله يا رسول الله كأنك إقنات قسدها لك إشارتها يبنها لك بمسلة تتاقي أن لك والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحر منتقال الحرارة لكم تبا هنا سيريكال البحر دي بانعت هنا وفانقوح اللى فانقوح من باك أباين اللقاء من ودق باكو منكرين دي مبارزت دي قتال السلام عليكم بحرم حرب حرم الان وانا اخيرا وانا اخيرا وانا يوم الان يوم وانا انشاء الله ربه في حيث اهتم انتظر وانا اخيرا والنبي الله صلى الله عليه وسلم إلا بمرة كيفا ومعنوياته سنة لأنه سر بذلك فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بيلي وصير بنا على بركة الله بيلي معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم كمان يبغي يو بيلي والله يعني لبقتك ومتقتك أنا مستعدين هنا إن شاء الله بيلي والنبي صلى الله عليه وسلم بيلي يوم سيروا وبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني أنظر الآن إلى مسارع القوم النبي صلى الله عليه وسلم بيلي إليوا خلاص بيلي يوم حيروا قيسوا وواصلوا تسيركم وأبشروا إن شاء الله ورب وعديني إحدى الطائفتين يعني حتى من ناكلت الطائفة لأدوة القصوى والأدوة الأدوة وإلا من نوعا حد ناصرها اللقنة وربو عجيتو والله أدى أدى عندما حل النبي صلى الله عليه وسلم كم سالة أوروكا ينعيق اللي يموتو لأكان لما وتضيب كما يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم إلى بدر فوصلها في نفس الليلة التي وصل فيها المشركون فنزل في داخل ميدان بدر قريبا من العدوة الدنيا فأشار عليه الحباب بني المنذر أن يتقدم فينزل على أقرب ماء من العدو حتى يسنع المسلمون حيادا يجمعون فيها الماء لأنفسهم ويقرون الآبار فيبقى العدو ولا ماء له ففعل لكان ديبات كروا مسافة شوية نفس الحميلة المشركين لمطأوا ديب بدر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ديباد ديب بدر نفس الليلة الليلة مطأوا وكمسر كروا جفر عدوة الدنيا والعدوة القصوى كالإيثن بيننا يكوني بلتجاه اللي كمسر كروا اللي يقول لها اللي صحابي اللي الحباب بني المنذر شوية قدم نتقدم أكانات ما ينتبت شمية ندوة دينا وحدة ندوة دينا ما يقل نذل ما يقل نسام سنة وأكان ما يقل نتبت والعدو مبل ما يقل نيديو قل لك با منما يوكين التميع قل تركبوه مو حتى ما يقل يركبو وحنا اللي آبار واللي ما من ننسته كمسر بيلا النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا يا سحابي سماعيو واللي يعني منا أقبوي لسنات الشوارات لسنات تنايرات عندي لبلة قائد والمسؤول ما نبأ أقول هل لو رأي من له يبكى رأي من نسي فأي دات لبدي من نسيبه اللي توعد عيني رب رعف عيني وبنى المسلمون عريشا يكون مقر قيادتي صلى الله عليه وسلم وعينوا له حارسا من شباب الأنسار تحت قيادة سعد بن معاذ هذه حراسا اللي كان دي بقى بناوا بقيت بقيت أكان محتة خاصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لقى اللي يقود ده لمعركة وحراس ودو أقلو الراس ودو أقلو حراسة ودو أقلو ولا قيادة التحرات اللي سعد بن معاذ على ثم عبّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش هذه لك ما يجب التوجه المعنى ولبوله قد في معركة النبي صلى الله عليه وسلم تمام عبّى أيهم تمام أرأيهم لا سابات ولا ثمود ولا قطال ولا مواجهات ولا فضل ولا جنت ولا الساد وسبعط الميتهم وسبحاق الميتهم النبي صلى الله عليه وسلم لبلو أقلو تمام توجه بيوم ووتجوّل في ميدان القتالي وهو يشير بهده وإتمني Nouman à القتال كان للتوقعه تعتقدمه ولو مطاله لكان ديبه تمام تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه وبقد يقول أشر على لكان فلان يقل لي موته هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان قدن إن شاء الله إن شاء الله فانقح لكان ثم بات يسلي إلى جزع نخلة إلعفوا إلى جزع شجرة وبات المسلمون مستريحين تقمرهم الثقة لا لله النبي صلى الله عليه وسلم إن دل السلة ديبا إيجاد حنتيرا إيجاد تقردى إيجاد تقانا ديبا جبريهان دل السلة ميا وقلوا مسلمين مستريحين مرتاحين دنتم مياو إفسقتهم مرة واحد مطمئنين دنتم وكان الله قد أنزل للمطرة كما قال وربي سبحانه وتعالى دلام كرة ديب الله معين الله وديب الله كان الله كمهتوب إلى الله سبحانه وتعالى قال إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام رجل سورة الأنفار الله سبحانه وتعالى إن كرايا وفي السباح وهو سباح يوم الجمعة سبعة عشر من شهر رمضان لم يكن إلا يوم سبعة عشر شهر رمضان سنة اثنين هجرية تاريخ ما تاريخوا أقعد بدر تلا أما بدر الكبرى ما عركت بدر الكبرى قزوت بدر الكبرى يوم سبعة عشر رمضان سنة اثنين هجرية ترى الجمعان فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم القذاتا ثم عدل السفوف وأمرهم أن لا يبدأوا بالقتال حتى يأتيهم أمره وقال إذا أكتبوكم أي أقتربوا منكم فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسل السيوف حتى يغشوكم ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر رضي الله عنه فابتهل إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه وناشده حتى قال اللهم إن تهلك هذه العسابة اليوم لا تعبد أبدا اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا وبالق في التضرع والابتهال حتى سقط رضاءه عن منكبيه فرده عليه الصديق فقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك أما المشركون فاستفتح منهم أبو جهل فقال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه فاحنا القذاتا اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم اللي دي بما مواجهات قد قد كمسل قبأو قد حيت كمسل قبأو قبأو لحسله فياتو ومدور على يوم سبعتاشر جيب رمضان سنتذكر من هجريات لكرألة جامعان جامعنا يا مسلمين وجامعنا يا كفار تراها تواجهوا حجر قبأو دي بقل له وقد قل له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يا رب اللهم قريشتم ماتقو بكبرهم وبعجبنا يوم وبقرورهم وقل التعنعوا وندودوا بعناد وبشركهم وقل له كل ما تعمل له فيا ربي يبنا سل الله لو أحد كان ينسرني يا حي فانقوح يوم خلاص سبعت ما تعل يا ربي إن شاء الله سكمسي نسرنا فجر بقي تضيئنا قوح بقي تضيئنا اندابيلا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وطوال تقدما ولسوفنا يا مسلمين وبيلوهم بيليهم سك أنا إشارة يبقكم يتنبطون يتلقفو يتقتل حتى يتدون بيليهم صلى الله عليه وسلم وقربوا منكم من قبي ماتقوكم من قبي يعني لكفاديهم وبرمحكم باقوس وبالي لكفاديهم ولا أسوفكم التعبية دمو مننا يتأفقوراني سك ما قربوكم ماتقو باسق قرب ماتقوكم من قبي أسوفكم ودوم منو برمح وبنبالي لكفو ريهم كنسر شوية شوية قربكم سلبي لومنكم لكن أسوفكم ماتقوكم يتأفقور بيليهم صلى الله عليه وسلم وطوالي دب عريش لكانا قيادة ديب أقبالا وأبو بكر على مسلو فابتهل هيدهين ابتهال دعاء دي ربي سبحانه وتعالى مرة وربنا شدعلا ورد دعالى وبيلا اللهم انتهلك هذه العسابة اليوم لا تعبد أبدا يا ربي من الحر الأسنان وأكبر اللهم لتعبد يكون يا ربي اندبالا تدعاء وكمسله وكمان إن شئتا لم تعبد بعد اليوم اللهم يعني إن شاء الله من الحر الأسنان مومي لتعبد وطومي لتعبدو ويا ربي اندبالا النبي صلى الله عليه وسلم بدوح دعاء وبدوح اتهال ودا واسق مالا بالله منا مركبوا منا فوقائي واتقا وأبو بكر صلى الله عليه وسلم بل سيد يبو وكفاك مناشرة ربك بيلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم قائدة مسلمين قائدة معركة صلى الله عليه وسلم إلا معركة الفاصلة والمعركة مباشرة وحقيقية بين الكفر والإسلام لقابة تاريخ عزيز وأكان حنقلة رفاه وعزة لتلبس وقيمة إسلام وقيمة دين لتأرئي واقعة تلا واقعة بدر وقلتها السعديبة وقل آمر زيادة وقل اسمع زيادة رحضا كتبنا يسير من الإثال وغير التهاق ودي أرح وعلى ممول أمر لو حين باب مفتح وحين عحيدنا أتفاقد وحين عحيد نذكر أسأل الله سبحان وتعال يتقبل إن شاء الله لكن للمشركين ونحن من التهاق على أبو جهل وهموا أرحمنا ولي نأمر رسل عد حدا سببا ماتح ندين لين أمر ويا ربي يعني من ينبح لها الله وإن ترى دي يبور أبعك يا ربي نصر بيلا وكم زل يعني ينبح أسأل لها لها وتد الظلم ود باطل الله لحلقة حيثام أبوي وحاوي وحواجي اللي حلقة لو سمعوا كفال تعرف من هلأ سك دي لحلقة لما عركة بدر ولمعركة بدر أكثر من كذا اللي بديبا يعني أكثر من هتنوسا يعني كذا يعني الكفال ناي تسعة وثمانين من أنبتت سك ونخلص نواسل ديبات واغسام بديبا لقسم بكار آيت وديب الانتي تاليت لقسم السالساء ديبو المباردة والقتال اللي قد نقشتو يربضح الهغياء شوية شوية مودل لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته